نصيحة لكم لليوم بما انه بلشنا الموسم الشتوي واكيد بيجي معه موسم المدارس وبعرف انه بهالوقت الامات بتبلش اتعصب من التدريس لولادة مشان هيك اليوم رح احكي عن الاخطاء اللي منوقع فيها كامات من ناحية التدريس للولد من دون ما نكون عارفين الاخطاء هي او خطأ من الاخطاء اللي منوقع فيه انه عادة الامات بيحبوا يدرسوا ولادهم هن شخصيا ويشرفوا على درسوا من الاول لحد الاخر يعني الام بتقعد حد ابنة من اول ما يبلش درسه لاخر ما يبلش درسه هيدا خطأ من الاخطاء اللي نحنا ما مننتبه له وبفهم كتير منيح انه من الحب من حب الام لابنة ومن خوفها على مصلحته بديه يعمل احسن شي دايما طبعا مشان هيك بتشرف على هي شخصيا على تدريسه انما هيدا شي خطأ لانه الولد بحاجة لامه تكون كأم ومش كمعلمة لقله بالبيت يعني الولد عنده معلمة بالمدرسة هي اللي بتدرسه اللي بتتابعه اللي بتوضح له بتشرح له الى اخره انما الام بده تكون كأم يعني توضح اكتر لما بيجي الولد من المدرسة مفروض انه يدرس هو لوحده بيفتح بالاول هو الاجاندا بنفسه مش الام يلي بدا هي تفتح له الاجاندا متل ما للأسف بشوف كتير عند الامات وبرجع بقول انه من حبه لقلون مع بلومة انه مع بوضح فالولد مفروض هو بنفسه يفتح الاجاندا يشوف شو عنده من فروض من قراءات من واجبات عليه انه يعملها هو بيعملها لوحده شخصيا انما لما يخلص هون دور الام فيها تقلو انه شو فرجيني شو عندك كأخطاء حتى صحح لك ياها وهون الولد مفروض يفرجيها بس تحتى الام تشرف على اخطاءه اذا في اخطاء وحتى تصلح له اياها انما لمن بعد ما تصلح له اخطاءه بده يرجع الولد هو بنفسه يعيد اخطاءه ويتعلم منه لانه الولد بحاجة لامه تكون ام بالبيت ممكن مشرفة على درسه تكون انما مشرفة فقط مش المعلمة التانية لقاله بالبيت فمشان هيك بليز نتعلم انه نخلي اولادنا يدرسوه لوحدهم انما نحن بالاخر ممكن بالاخر برجع بكرر انه بالاخر نصحح لهم مش نعمل عنهم او نساعدهم بكل دروسهم